موسيقى بكرة وتعني غدا أي الذي يلي اليوم أو اليوم التالي وفي لهجات أخرى بكرة بضم الباء وفي الغرب عامة يقولون غدوة بضم الغين وقد مرت معنا أنها أيضا منطقة جنوب غرب سبهة أما الغدوة بفتح الغين فهي الغداء الواحد وفي معناها العشوة وهي العشاء الواحد والفطرة بفتح الفاء طعام الإفطار أما الفطرة بكسر الفاء فهي زكاة الفطر ويقولون أيضا فطاري ومن غدويتها تعني من الغد وتستعمل في حكاية حال ماضية أي من يوم غد ذاك اليوم وفي معنى بعد غد قالوا بعد بكرة أو بعد بكرة أو بعد غدوة وأمس بالهمزة أو أمس بالمد بحسب اللسانين عكس بكرة وبكرة أو غدوة أي اليوم السابق واليوم الذي قبله أي الذي يسبق السابق أول أمس أو أول آمس والذي يسبقه أول تين أمس في الشرق ولعل أصلها أول أول أمس ومبارحة لولا في الغرب ومبكر أو مباكر تعني مبكرا وفلان مبكر جاء قبل الوقت بقليل أو عند الوقت تماما أو في أول الوقت يقول الشاعر بكرت مبدري على الوهام وفعله بكر وتعال بكري تعال مبكرا وفقت بكري استيقظت باكرا ومثل بكري في المعنى قالوا بدري ومن استعمالها نظة بدري أي استيقظت باكرا وجيت بدري بالمعنى نفسه وجيت هنا تعني جئت وفي الصباح بكري أو بدري في الصباح الباكر وعكسهما وخري أو موخر وتعني متأخرا تقول فقت وخري وفقت موخر وفي لهجات في أقصى الشرق قالوا متاخر بتاء مشددة وخر وموخر ومتاخر جميعها من التخير وهو التأخر وضده التقديم ويريدون به في بعض الاستعمالات الرجوع أو القهقرة وخر بالسيارة رجع بعكس سيرها ويومتها أو يومها أو في ذاك اليوم وقيل من يوميتها ومنه قالوا ومن يوميتها معاد الجيت أي مذاك اليوم لم آتي موسيقى